ما هو تراجع عبد ومستمرين بهذا القرار ولكن هناك من يشوشر عبارة لطالما أدمنها سياسيما بعد عام 2003 للتعبير عن مضيهم في برامجهم التي يعلنون عنها مع استلامهم لمناصبهم ثم ما تلبث الأيام أن تكشف زيف تلك الشعارات وتهافتها شهران مرة على تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة بتوافق حزبي إلا أن الأقوال التي دعبت مشاعر المواطنين والتصريحات الاستعراضية التي أطلقها لم ترى النور ولم يرى العراقيون منها إلى الآن سوى الأداء الذي يمثل امتدادا لما سبقه وسلوكا لا يشد عن زعامات الطبقة السياسية التي لا تريد أن تفقد مكاسبها ومصالحها ولو أحرقت العراق وهذا نور المالكي زعيم حزب الدعوة يقول إن بنادقنا ما زالت بأيدينا في تهديد واضح لكل من يقترب من مصالح شركاء العملية السياسية الفاسدة النائب عن محافظة البصرة عمر الفايز أكد أن الكاظمي ما زال رهينة لرغبات وشروط الكتل السياسية وهو يبحث عن رضاها والأخذ بآرائها واتهم الفايز الكتل السياسية بالتمسك بمكاسبها ورفض تقديم التنازلات رغم الفوضى الأمنية والصحية والاقتصادية فضلا عن توفيرها الحماية لشخصيات متهمة بالفساد وفقا لمبدأ التوافقات السياسية وفي ذات السياق يؤكد النائب عن اتلاف النصر فلاح الخفاجي أن رئيس الحكومة مكبل من قبل كتل سياسية متنفذة وأن الضغوط التي تمارس عليه جعلته عاجزا إزاء جملة من الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد الفساد الحكومي في العراق لم يعد مرتبطا بأشخاص وإنما فساد أحزاب وجهات سياسية وفق تعبير رئيس الكتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري الذي أكد أن من النادر أن تجد حزبا سياسيا لا يمتلك هيئة اقتصادية مشيرا إلى إمكانية تحريك هذا الملف من قبل كاظمي لكن السؤال الذي يبرز هنا هل يريد الكاظمي ذلك؟ ثم هل يستطيع أن يوقف عملية الانحدار التي يعيشها العراق على المستويات كافة؟ الطريقة التي جاء بها الكاظمي وشهران من عمر حكومته تجيبان بالنفي تماما